صباح الخير بنسبح على حضراتكم تدي معاكم يوم جديد وحلقة جديدة ونهارك سعيد النهاردة الخاميس 16 مايو 2013 يا رب يكون يوم فيه خير ويا رب يكون يوم إيجابي علينا وعلى كل مصر صباح الخير يا فاتي صباح الخير يا رانيا صباح الخير على كل مشاهدي معي اللايف وشبكت أنت أنف كل حتة في الدنيا الخاميس 16 خمسة 2013 زي مرانيا قالت نهاية أسبوع يا رب تبقى سعيدة على الجميع ولو أن الساحة السياسية فيها أخناقات كتير جدا والصراعات محتدمة نحن مش عارفين هو المصلحة مين هو المهم مصلحة الشعب أعتقد أن نحن محتاجين الفترة اللي جاية نعرف راسنا من رجلينا اقتصاديا علشان نحن ماشيين كده يعني مش قادرين نعرف احنا رايحين فين نتمنى السلامة لبلدنا ونتمنى أنه يعني نبطل بقى الاتهامات الكبيرة اللي بتكالم الناس لناس لمجرد أن فيه ناس أنا من الناس أنا بقول فوزير أول فقرة معنا طبعا وكل عائد هتكون فقرة الصحافة ومتابعة لأهم الأخبار اليومية وأهم عنوين الصحف وهيكون دفنا لكاتب الصحف الأستاذ ناصر فياد وهو مدير تحرير جريدة الوافت وطبعا نبقى أننا في حالة صعبة جدا وعندنا البطالة زادت جدا فيه 3 مليون من اللي كانوا تشغالين بقوا عاطلين الفترة اللي فاتت فناس كتير بتحاول تعمل مبادرات وفيه مبادرة العمل عبادة لتشغيل الشباب وحصر البطالة من ضمن المبادرات الكتير المطروحة يكون مشرفانا أستاذ ريم حنة صاحبة المبادرة نتكلم معاها عن إزاي نقدر نحاول نساعد نحل جزئية مشكلة البطالة وعن عودة رجال أعمال النظام القديم وعن براءة تمانية لحد الوقت من رجال النظام القديم هيكون موضوعنا مع ضفنا أستاذ رفعة فياد مدير تحرير أخبار اليوم وأعتقد أنه موضوع مهم جدا ترحف خاصة لو يعني مهتمين بالاقتصاد المصري لأنه واضح أنه رجال النظام القديم كانوا مؤثرين بشكل كبير جدا في الاقتصاد المصري يمكن من مشاكل اللي في بلدنا مشاكل المعاقين من مشاكل المهمة جدا لأنه صحيح الأصحاء مش مشاكلهم محلولة ولا حاجة بالعكس كلنا مستنين نعيش حرية عدالة اجتماعية لكن زوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين أعتقد لهم حق علينا أهم لأنه محتاجين على الأقل نسهل لهم حياتهم نعمل لهم الرمبات المنحدرات في عاجات كتير ممكن نساعدهم بها لأنه هم أصلا ربنا يكون فعونهم هنتكلم في عندنا فقرة عن افتتاح أول ورشة لأعمال التهيئة الهندسية للمباني والطرقات للمعاقين يعني زي الرمبات زي المنحدرات علشان ندع نساعدهم في حياتهم لأنه أعتقد هي حياتهم صعبة من غير حاجة وده اللي بتقوم به الهيئة الإبطية الإنجليا وهي لها نشاط اجتماعي كبير في بلدنا بتخدم المسلمين والمسيحيين لا فرق بينهم ياريت الحقيقة ده أبسط حق من حقوقهم وهيكون كمان عندنا فقرة عن التنمية البشرية وإزاي ممكن نكون شخصيات مميزة إزاي تقدر تكون شخصية متميزة في أي مكان أنت موجود فيه وده هيكون مع دكتور حسين مصلحي خبير التنمية البشرية لكن خلونا نبتدي فقراتنا بالصحافة بعد الفاصل على طول صباح الفل على مصر كلها تابعونا